المشاهدين في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم في أولى حلقات برنامج صورة من الشعب قبل نبتدي حلقتنا اليوم نحب نقدم التهاني لجموع الشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2020 ونتقدم بالتهانيقة الخاصة لجميع الإخوة المسحيين بالتهانيقة بحلول العام الميلادي المديد وكما نتشرف بحضور الدكتور محمد الوصيفي دكتور طب النفسي وعلاج الإدمان أهلاً بحضرتك دكتور أهلاً وسهلاً أهلاً بكم جميعاً بالنسبة لموضوح حلقاتنا النهاردة دكتور هو الهاجس اللي هو بفكر كل الأهالي وكل المواطنين إن انخراط أبنائهم وأولادهم في تعاطي المواد المخدرة وطبعاً عارفين انتشار المواد المخدرة وظاهرة انتشار المواد المخدرة هي اللي تؤرك الشارع المصري في الوقت الحالي وهي ظاهرة منتشرة فنتعرف من حضرتك على ظاهرة الإدمان أو ما هو الإدمان يا حضرتك؟ حضراك الإدمان تبقى لتعايف الجماعية الأمريكية للإدمان هو مرض مزمن بيصيب خلايا المخ بيتميز ببعض الخصائص أنه هو بيبقى فيه فقدان للسيطرة على التحكم في أحدان المادة المخدرة تاني حاجة بيبقى فيه ما يسمى بالانتكاسة أو أنه هو طبيعة انتكاسية شديدة تاني حاجة بيتميز باللفة أو اللي احنا بنقول عليه هالشعوزة أو الرغبة الملحة في تناول المادة المخدرة بالإضافة إلى وجود سلوك قهري بيبقى في بداية الموضوع الشخص اللي بيتعاطى المخدر بيبقى حاسس أنه قادر على أنه يسيطر أو يتحكم في الحاجة دي بعد شوية بتتحول الموضوع لحاجة غير قابلة للسيطرة وبالتالي بيبقى زي سلوك تلقائي بيتم بشكل غير قادر على التحكم فيه شكرا للمشاهدة